ستون مكتتبا بهذه السكنات التساهمية في ولاية أم البواقي احتجوا أمام ورشة البناء هذا بعد أن بلغ تماطل المرق العقاري في إنهاء الأشغال نحن عندنا ست سنين ونستنع في المشروع هذا في أم بواقي وسيد بوناب هذا سرقنا درهمنا وخلانا قاعدين ست سنين بطريقة قانونية هنا نطلب من سيد رئيس الحكومة عبد الماكس الليل يجي يشوفنا حل للسكنات هذه المحتجون يتهموا المرقي بالتزوير والاحتيال مطالبين بلجنة تحقيق في هذا الشأن نتمنى ونحن هنا في دولة قانون ودولة مستقلة ماذا بنا للسلطات تدير لنا حل لهذه المشكلة لا خاطر بزاف معنا عائلة هنا رهي مشردة الأكثرية تحمرة هي كارية البرة ماذا بنا ماذا بنا مدراهمنا كل شتنا نحن هنا هنا ماذا بنا ماذا بنا سلطة العليا من رئيس الجمهورية من الوزير الأول من وزير السكن الهن الوالي ماذا بنا كامل يدخل ويجدروننا حل في هذا المشكلة فهل ستصغي السلطات لنداءات هؤلاء وتنهي ما تبقى من أشغال هذا المشروع الذي عمر طويلا